هذا وتزينت سماء مدينة العالمين الجديدة بالعرض الجوي المصري الإماراتي مشاركة المصريين والعالم أجمع بالاحتفالات المبهرة التي تشهدها المدينة الساحرة وللمزيد تنضم إلينا موفدة التلفزيون المصري هدير أبو زيد أهلا بحضرتكم في كل مكان من مدينة العالمين الجديدة زي ما حضرتكم شايفين الصورة من خلفي وتتزين مدينة العالمين الجديدة تتزين سماء مدينة العالمين الجديدة بالعرض الجوي العالمين إيرشو عشرين تلاتة وعشرين يشارك في هذا العرض فريق النجوم الفضية المصرية تابع القوات الجوية مع فريق الفرسان الإماراتي وأيضا بمشاركة القوات البحرية وقوات المظلات وده ضمن فعليات مهرجان العالمين في نسخته الأولى يعني الحقيقة أنه من صباح الباكر والناس هنا بتتابع أحداث وفعليات العرض الجوي العالمين إيرشو عشرين تلاتة وعشرين وأجواء استثنائية أسطورية بتعيشها مدينة العالمين الجديدة أجواء يمكن بتمتزك فيها السعادة بالمتعة بالبهجة في كل مكان في مدينة العالمين الجديدة والحقيقة أن الواحد في منتهى البهجة والسرور أنه موجود ضمن هذه الأجواء وضمن الفعليات ويمكن حضراتكم متابعين الصورة ومتابعين من خلف الطائرات المصرية والطائرات الإماراتية وتزين سماء العالمين ومدينة العالمين الجديدة ترحب بزوارها من كل دول العالم وزي ما شفتوا القلوب اللي بترسمها لطائرات تبعث هذه الطائرات بالكثير من الحب للعالم كله ولكل زوارنا من كل دول العالم وأشققنا من الدول العربية أيضا قوات المظلات اللي بتحمل عدة أعلام لدول مختلفة نرحب الجميع هنا في مدينة العالمين الجديدة في موسم صيفي استثنائي الحقيقة بيحصل على أرض مدينة العالمين الجديدة نرحب بكل زوارنا من كل دول العالم والحقيقة أنه يعني كلنا فخر أنه قدرنا نوصل بمدينة العالمين يعني الصورة اللي حضراتكم شايفينها وبتتبعوها معانا منذ بداية فعليات مهرجان العالمين من 13 يوليو 2023 ومستمرين مع حضراتكم لحد 26 أغسطس يمكن العديد من الفعاليات اللي ابتدت به ماتش الكبار النجوم الجيل الدهبي ويعني كان كمان أمس حفل الفنان التامر حسني ويعني العديد من الفعاليات اللي بتحصل هنا في مهرجان العالمين الجديدة ونتابع مع حضراتكم الآن العرض الجوي العالمين إيرشو ويعني يبعث الكثير من رسائل العالم كله رسائل كلها سعادة وطمأنينة وحب وسلام دايما من ساحل البحر الأبيض المتوسط ومدينة العالمين الجديدة درة البحر الأبيض المتوسط أحد أحدث المدن جيل الرابع في مصر حين الواحد يعني سعيد وفخور لكل التطوير اللي حصل في مدينة العالمين الجديدة اللي هي تعتبر واحدة من أهم وأحدث الوجهات السياحية على شاطئ البحر المتوسط تضاهي دول وشواطئ عدة موجودة على البحر المتوسط لكن الحقيقة كل ما يقدم هنا في العالمين بيقدم بصورة استثنائية وصورة فريدة علشان السائح اللي جاي وأيضا المصيف يعيش هذه التجربة الصيفية الفريدة الاستثنائية من نوعها هنتابع مع حضراتكم جميع الفعاليات اللي بتحصل ضمن مهرجان العالمين والنهاردة على وجه التحديد الفعالية الأحدث والأبرز نتابع مع حضراتكم العالمين إيرشو عشرين تلاتة وعشرين ويمكن الصورة من خلفي صورة مباجة الحقيقة غاية في الروعة ويعني بتتزين مدينة العالمين الجديدة وشواطئ العالمين الجديدة بمراكب يمكن دايما حضراتكم كده شايفين الكل بيتابع على ساحل العالمين الجديدة ما تصنعه القوات البحرية المصرية وأيضا قوات المظلات في هذا العرض الجوي العالمين إيرشو في هذا العرض الجوي العالمين إيرشو عشرين تلاتة وعشرين زي ما حضراتكم شايفين يشارك في هذا العرض الجوي فريق النجوم الفضية المصري التابع للقوات الجوية مع فريق الفرسان الإماراتي من مشاركة القوات البحرية وأيضا قوات المظلات ضمن فعاليات مهرجان العالمين عشرين تلاتة وعشرين أجواء استثنائية تعيشها مدينة العالمين الجديدة على مدار فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الأولى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة